عدة قطاعات وزارية على صفيح ساخن اضربات احتجاجة شلل وتوقف عن العمل وعود تحققت واخرى لم ترى النور بعد فما حالك يا حكومة وزارة التربية تتسارع بداخلها الاحداث فبعد الاضربات التي شلت مقاعد الدراسة منذ بداية الموسم الدراسي وخروج تلميذ واوليائهم مطالبين بعودة الاساتذة الى الاقسام والمطالبة بحقوقهم دون تضيع حق التلميذ التعليم العالي والاخر تعالت الاسوات فيه فطلبة المعاهد العليا للاساتذة خرجوا لشارع مطالبين بتجسيد وعود الوزارة الوصية لتحقيق اهم مطلب وهو ضمان التوظيف المباشر التي تنسته وزارة التربية بسبب الاضربات داخل قطاعها وزارة الصحة هي الاخرى تسارع الزمن لاحتواء الوضع وتلبية مطالب الاطباء المقيمين المضربين عن العمل التي تراها صعبة المنالة رغم محاولتها التوصل الى حل يرضي جميع الاطراف الى ان قرارا مواصلة الاضراب هو الخيار وحتى الالتزام بالحد الادنى من الخدمة لم يكفل قطاع النقل ليس افضل من سابقيه فعمال الجوية الجزائرية ليسوا راضين عن رواتبهم التي يراها الجزائريون مرتفعة كطائراتها في السماء وان تكلمنا عن مستوى الخدمات فلن تراوح ارضية المطار ورغم هذا فلا تستغرب ان الغيت رحلتك فجأة والسبب اضراب رغم ما تحاول عدة وزارتنا القيم به لاعادة المياه الى مجاريها داخل قطاعاتها وضمان سير مرافقها وضمان حقوق موظفيها الى ان تصعيده وما تريده النقابات لافتكاك المطالب التي في مجملها مادية ولكن في زمن التقشف فاين كانت زمن البحبوحة